شارك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيت في اليوم الثاني من أعمال قمة المستقبل المنعقدة بالنيورك ألقى أبو الغيت كلمة أكد فيها أن مجلس الأمن بشكله الحالي لم يعد يعكس حقائق عالم اليوم وأنه لم يعد يخدم أهدف العمل المتعدد الأطراف على نحو فعال ومؤثر في النزاعات القائمة مشيرا إلى أن المثال الأكبر على ذلك هو تواصل العدوان والإجرام الإسرائيلي لشهور على غزة دون أن يتمكن المجلس من التواصل لقرار وعندما صدر القرار لم يتمكن المجلس من إنفاذه حتى الآن كما شدد أبو الغيت أيضا خلال كلمتي على أن الأزمات الراهنة في المنطقة العربية والعالم تدفع لتعزيز واستمرار العمل مع الأمم المتحدة لمعالجة أسباب هذه الأزمات وتغيير الواقع إلى الأفضل من أجل الأجيال الجديدة